أصل دروس النحو الموجهة لتلاميذ التاسعة من تعليم الأساسي ودرس اليوم بعنوان الأمر هو النهي النص الانتلاقي إذن هو قالت الجدة لحفيدتها في حدة أراك في عجلة من أمرك لتخرج قبل طلوع النهار فأي طيش استولى عليك إخلعي ملابيس الزينة ولا تخرج في هذه الساعة المبكرة وإذا عصيتني فافعلي ما شئتي الحفيدة إذن ردت قائلة أرجوك لا تتهمين يا جدتي فما كنت يوما من أهل الطيش إني مسافرة بالطائرة إلى الجنوب لحضور افتتاح المستشفى الجديد الذي ساهمت جمعيتنا في بنائه وتجهيزه النص لي طاهر جيجا السخرة العالية إذن نرى هنا كلمات أو أفعال مسطرة إخلعي لا تخرجي فافعلي افعلي يعني لا تتهميني هذه إذن العبارات المسطرة وضعناها في جدول هذا الجدول فيه ثلاثة أوديا الواد الأول وضعنا فيه الكلمات المسطرة والواد الثاني صيغة هذه الكلمات والواد الثالث دلالتها إذن الكلمة الأولى هي إخلعي وصيغتها أنها فعل في صيغة الأمر لا تخرجي نجد هنا لا ناهية مع فعل في المضارع ثم إفعلي نجد فعل في صيغة الأمر لا تتهميني نجد إذن لا ناهية مع فعل في صيغة المضارع أما عن الدلالة إخلعي إذن هنا تفيد الأمر لا تخرجي إذن تفيد النهية نهية عن القيام بالخروج بالفعل يعني إفعلي الأمر إذن بالفعل لا تتهميني هنا أنهي عن الاتهام يعني هذه الحفيدة تطلب من جدتها ألا تتهمها لأنها بريئة وهي أبعد ما يكون إذن عن الطيشي نوصل إذن مع هذا الدرس لنتبين إذن إن شتم معنى الأمر إذن على أي شيء يدل هذا الأمر إذن الجملة الأولى هي سافر تجد عوضا عن من تفارقه هي عبارة عن بيت لأمام الشافعي سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصبي إذن سافر وانصب إذن فعلان في صيغة الأمر ثم المثال المؤلي وهو عبارة عن آية الآية السابعة من صورة الطلاق يقول الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته نجد هنا استعمال للم الأمر لينفق إذن ونجد فعل في صيغة المضارع وإذن للم الأمر مع فعل في صيغة المضارع يدل على الأمر أو يفيد الأمر ثم الجملة الموالية رفقا بالقوارير والقوارير هنا هذا حديث نبوي إذن فالله تعال رسول صلى الله عليه وسلم إذن طبعا وما يقوله رسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله تعالى يقول الرسول رفقا بالقوارير يعني ارفقوا بالقوارير والقوارير المقصودة هي النساء رفقا بالنساء إذن رفقا هذا مصدر ينوب عن فعل الأمر ارفقوا رفقا يعني أو ارفقوا لها نفس يعني الجملة لها نفس المعنى ثم الجملة الموالية عليكم بالاجتهاد هنا نجد إذن عليكم وهي عبارة تفيد الأمر عبارة تفيد الأمر عليكم إذن يعني كأنه قال اجتهدوا ثم دونك وإياك كذلك هذه عبارة تفيد إذن الأمر إذن الأمر إذن ما هو هو عبارة عن عمل لغوي الأصل فيه أن يدل على طلب القيام بالفعل على وجه الإلزام كيف نعبر عن هذا الأمر إذن هذا الأمر نعبر عنه بطرق يعني متعددة إذن كما رأينا إما بفعل الأمر يعني فعل في سيغة الأمر أو فعل مضارع مجزوم مسبوق بلا من الأمر أو بالمصدر النائب عن فعل الأمر أو ببعض العبارات مثل دونك إليك عليك حذاري إلى غير ذلك يعني مناء الكلمات التي تكتشفونها بطبيعة الحال من خلال سياقات مختلفة يعني من يقرأ كثيرا يعرف يعرف كثيرا يعني الجملة الموالية أو هي عبارة عن آية قرآنية إذن يقول عز من قائل وَلَا تَتَيَمَّمُوا وَلَا تَتَيَمَّمُوا أشياء تافِهَا أشياء خبيثة وما إلى ذلك ثم جملة الموالي عبارة عن بيت لعمر بن كلثوم يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين لا يجهلن هنا إذن نجد لا ناهية مع فعل في صيغة المضارع مع نون التوكيد الخفيفة لا يجهلن في البيت الموالي وهو عبارة عن مثل سائر بين العربي يقول لا تحقيرن صغيرا في تقلبه إن البعوضة تدمي مقلة الأسدي لا تحقيرن لا ناهية مع تحقير فعل في صيغة المضارع ونجد نون التوكيد الثقيلة هنا تلحق هذا الفعل جملة أو نشيتم الاستنتاج الذي نصل إليه الآن هو النهي هو عمل لغوي يدل في الأصل على طلب الكف عن القيام بالفعل عكس الأمر يعني وإذن يعبر عن النهي بصيغة واحدة أو تعبر عن نهي صيغة واحدة هي الفعل المضارع المسبوق إلى النهي وإذن كما رأينا منذ قليل قد تلحق به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة هذا بالنسبة إذن لأمر والنهي تعرفهما وإذن كيف يقع التعبير عنه نمر إلى نشيتم مرحلة أو مستوى آخر إذن من هذا نشيتم الدرس وهو الأهم طبيعة الحال افتح نافذة أرزوك هذا أمر لا تدخن من فضلك هذا نهي فإذن كما قلنا الأمر إذن هو عمل لغوي في الأصل يدل على طلب الكف بالفعل لكن قد يدل على يعني معاني أخرى حسب السياق النهي هو عمل لغوي يدل في الأصل على طلب الكف عن القيام بالفعل لكن قد يدل على معاني أخرى حسب السياق إذن سنكتشف هذه المعاني من خلال هذه الجمل هناك ما رأينا افتح نافذة أرجوك إذن لا تدخن من فضلك أرجوك من فضلك هذا يدل على الالتماس يعني هناك يعني طريقة ربما مؤدبة لطلب الشيء والنهي عن الشيء وهذا يستعمل حتى في اللغة الفرنسية سيفو بلي مثلا واللغة الفرنسية بليز واللغة الإيطالية بير فافوري هذه المسألة يعني مسألة الالتماس هذه يعني توجد في جميع اللغات نجينا من الحروب يا الله لا تحرمنا السلام يا الله نجد هنا دعاء إذن هو في الأصل هو أمر نجينا من الحروب نحن نحن لا نأمر الله ولا ننهى يعني الله فإذن دعاء هنا وإذن أنه يتحول إلى دعاء في حق الله تعالى تجنب رفاق السوء يا أخي لا تقترب من رفاق السوء إذن نجد إذن أمر تجنب ونجد نهي وكلاهما يدل على الإرشاد والنصح دومي يا نعم الحياة دومي يا نعم الحياة لا تنقضي يا سعادتي طبعا نعم الحياة لا تدوم والسعادة كذلك لا تدوم ولكن الإنسان يتمنى الإنسان يتمنى إذن دوام نعم الحياة ويتمنى عدم أنقضاء السعادة فلذلك قال أبو القاسم الشاب يا ليت الشباب يعود يوما والشباب كما يعلم جميع لا يعود أبدا كفى عن التلفظ بالشتائم لا تتظاهب النبلي إذن هنا هنا تحقير يوجد تحقير في هذا الأمر في هذا النهي صاح الشرطي تقدم خطوة وسأطلق النار وكذلك لا تتحرك وإلا قتلتك هنا إذن أمر عفوا هنا أمر إذن صاح الشرطي تقدم خطوة وسأطلق النار وهنا لا تتحرك وإلا قتلتك إذن هذا الأمر وهذا النهي فيهما تهديد ولذلك نقول إذن في الاسنتاج قد يخرج الأمر والنهي عن معانيهم الأصلية التي ذكرناها يعني سابقا فيعبراني عن معاني سياقية مختلفة مثل الالتماس الدعاء الإرشاد التمني التحقير والتهديد والتهديد هذا بالنسبة إذن للمعاني المعاني السياقية إذن للأمر والنهي وننطلق الآن إلى التطبيقات نطلق إلى التطبيقات إذن التطبيق الأول أربط بسهم بين كل استعمال للأمر والنهي في الأمثلة التالية وبين الصغة التي تحقق بها نحن إذن لم نربط بسهم وإنما يعني وضعنا هذه الكلمات في جدول كما سنرى حرصا على إنجاز أعمالك المنزلية من أجل النجاح حرصا هناك أمر اقرأ باستمرار لتكسب ثقافة واسعة أمر لا تتورطن في علاقات مشبوهة هناك نهي لتتمسك بمدرستك فهي تحميك من عالم الشارع وأخطاره هنا أمر حذاري من الزيغ عن طريق الحق أمر كذلك لا تعاشر أفوا هنا إذن لتتمسك بمدرستك فهي تحميك من عالم الشارع وأخطاره حذاري من الزيغ عن طريق الحق أمر لا تعاشر الأشرار نهي عليك بالاجتهاد أمر وضعنا كما قلت إذن هذه الكلمات في الجدول إذن الكلمات المسطرة في الواد الأول ثم نوع هذه الكلمات ثم الصيغة يعني كيف يعني عبرنا عن الأمر وعن النهي حرصا هنا أمر واستعملنا مصدر ينوب عن الفعل الأمر فهنا عندما نقول حرصا على إنجاز عملك يعني يمكن لنا أن نقول احرص على إنجاز أعمالك اقرأ هنا إذن نوعه أمر وهو فعل في صيغة الأمر لا تتورطن نهي لأن نهي مع فعل في المضارع طبعا وأضفنا له هذه النون نون التأكيد لتتمسك أمر لام الأمر مع فعل في صيغة المضارع حذاري أمر عبارة تدل على الأمر لا تعاشر نهي إذن هذا النهي إذن وتم هذا النهي إذن وعبرنا عنه بلا ناهية مع فعل في صيغة المضارع عليك عبارة تدل على الأمر هنا هذه العبارة طبعا نكتشفها بالقراءة أو بالمطالعة نستطيع أن نكتشفها المزيد من هذه العبارات نوازل إذن مع التطبيقات وهنا مطلوب مننا أن نصرف نصرف إذن ما يلي مع بقية ضمائر الخطاب ونغير ما يجب تغييره لدينا إذن وعبارة عن نص صغير إذن لا تنسى أن أكثر من ستين ألفا من البشر يموتون يوميا أنت لا تنسي أنتم لا تنسوا وأنتنا لا تنسينا فاسعى إلى مد العون لضحايا هذه الآفة فاسعي فاسعيا فاسعوا فاسعينا الآفة ربما أذكركم الآفة هي التدخين التدخين ربما هو الذي يسبب موت ستين ألفا من البشر يوميا فاسعي إلى مد العون للضحايا هذه الآفة إذن فاسعي أنت فاسعيا أنتم فاسعوا أنتم فاسعينا أنتنا ولتسهم في البحث عن حلول لها ولتسهم ولتسهمي ولتسهم ولتسهم ولتسهمنا ولتسهمنا ثم نصل إلى نهاية المطاف إذن مع هذا إنشتر التمرين اربط كل مثال فيما يلي بالمعنى السياقي الملائم ليس المعنى الأصل وإن المعنى السياقي لدينا الأمثلة أسلق طريق الانحراف وسترى نهايته الوخيمة وسترى نهايته الوخيمة هذا فيه تهديد إذن هذا فيه معنى التهديد كما سنرى إذن والجملة المقابلة لا تحرم نفسك ما أحل أو ما أحل الله لك يقول الله عز وجل قال النشال أرجوك لا تبلغ عني الشرطة فأنا جائع إذن نشال سرق رغيفا إذن فأمسك به أو أمسك به أحدهم فقال له أرجوك لا تبلغ عني الشرطة فأنا جائع هنا إذن معنى الالتماس أرجوك لأنني جد أرجوك هذا النهي إذن فيه معنى الالتماس نمر إلى الجملة الثالثة سكوتا أرجوك أحتاج إلى بعض الهدوء كذلك التماس ثم لا تتظاهر بالتسامي عن الفساد وأنت غارق فيه هنا التحقير والتوبيخ ثم تمتع بمشاهدة البرامج الهادي فإباحة لا تتوقف عن إدماني سترى أي مصير ينتظرك هذا فيه إن شتم فيه إذن التهديد ثم اصبر أيها اليتيم لن تكون وحدك كلنا معك هذا فيه موسات فيه موسات إذن كما نرى إذن فيه موسات ثم لا تندلع يا يتو الحرب فنكتوي بنيرانك هذا فيه تمني وترجي هو يترجى يعني ليس الحرب لأن الحرب لا تسمع صوته وإنما يترجى من يسبب الحرب ثم لتبتعد عننا الجملة السادسة إذن لتبتعد عننا حتى تنجينا من روايح سجائرك هذا التحقير تحقير فيه تتحقير فيه يعني معنى التوبيخ لتبتعد عننا حتى تنجينا من روايح سجائرك لا تنتحي بأياته الأم الثكلة الثكلة إذن هي المرأة التي فقدت ابنها والأرملة هي التي فقدت زوجها إذن لا تنتحي بفيها موسات ثم لتتخلص وحدك من هيمنة اليأس إن استطعت هذا فيه تعجيز فيه تعجيز إذن هذا أمر فيه تعجيز آمينة كيف يعني كانوا يقول آمينة كيف ستتخلصوا يعني من هيمنة اليأس إن استطعت فيها تعجيز نوع من التعجيز ثم بعد ذلك قال الأبو لا تعتذر فلن أقبل عذرك هذا التعجيز افعل ما تشاء اعتذر أنا لن أقبل عذرك إذن نستطيعون أن تعودوا إذن أنا وضعتها هنا يعني واحد إذن التهديد جملة الأولى إذن التهديد جملة الثانية التمني أو الترجي الثالثة الالتماس الرابعة لإباحة الخامسة المواسات السادسة التحقير والتوبيخ والسابعة التعجيز أو التيئيس هذا بالنسبة لجمل الأمر أما جمل النهي الأولى للإباحة الثانية للالتماس الثالثة للتحقير والتوبيخ الرابعة إذن للتهديد الخامسة للتمني والترجي والسادسة المواسات والسابعة للتعجيزي والتيئيسي هذا إذن بالنسبة لدرسنا المتعلق بالأمر هو النهي إلى اللقاء في درس لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا